لو شايف واحد ماشي قدامك في الشارع وبعدين رح وقع في حفرة ومعرفش يطلع منها تاني هل ممكن تروح تقع في نفس الحفرة انت كمان؟ ده بقى اللي السيسي عمله بالزبط مع حفرة صندوق اللي قددك يا ترى ايه اللي نعرفه عن تجربة عبدالفتاح الارجنتين؟ ده اللي هنعرفه معاكم بالمختصر الارجنتين كانت واحدة من اغنى الدول على سطح الكوكب في اواخر القرن التسعتاشر وبدايات القرن العشرين حتى انها كانت اغنى من فرنسا والمانيا والدخل القومي بتاعها كان اعلى من الدخل القومي لكندا اما الايه اللي حصل وخلها تاني اسوأ اقتصاد في العالم في السنوات الاخيرة اللي خل دولة غنية جدا توصل للمرحلة دي من الفقر والضيعة اقتصاد الارجنتين بدأ في التراجع من وقت طويل شوية بسبب دخولها بدوامة انقلامات عسكرية وازمات سياسية متطالية في التمانينات والتسائنات تحديدا وده اللي وصلها لازمة الكساد العظيم في بداية الالفية الجديدة في الفترة دي عجز الميزانية ارتفع والتضخم وصل 5000 ميل عشان تدخل البلد في دوامة من البيون الخارجية اللي كانت بتقدر بحوالي 140 مليار دولار سبب الازمة كان سوء الانفاث على المشروعات القومية وانخفاض معدل الانتاج وارتفاع البطالة الحكومة الارجنتينية كانت متبنية سياسات نيول لبرالية متوحشة ما بترحمش من تحرير الاقتصاد لخصخصة الشركات الحكومية ورفع معدلات الفايدة بغارة جذب الاموال السخنة بالاضافة طبعا لخفض الابور وتجريم الاضراب عن العمل مثلا الحكومة اضطرت تبيع شركة الخطوط الجوية الارجنتينية وشركة البترول لمستثمرين اجانب بابخس الاسعار وزودت قيمة الضريبة المضافة لخمسين في المية وكمان خفضت الانفاق على الرعاية الاجتماعية قبل ما نكمل اللي حصل للارجنتين لازم ننوع ان اي تشابف الاسباب والاحداث دي مع بلد تانية مش من وحي الخيال ولا المصطفة لان هي نفس الحفرة اللي وقعت فيها بلد تانية كتير المهم الارجنتين اضطرت تالي ان افلسها اكتر من مر بعد ما فشلت في تسديد الديون اللي عليها وده ادى لهروب المستثمرين والعملة المحلية خسرت اضعاف ايمتها الامر ده خلت دولة تقفل السحب من البنوك عشان نظامها المال ما ينهرش وتحصل احداث شغب واقتحمل البنوك زي ما حصل في دول تانية برضه بعدها حولت الارجنتين التفاوض على تأجيل دفع الديون ويعادت دادولتها عشان تعرف تاخد نفسها شوية واقتصادها يستقر وده فرض على الدولة سنوات من التقشف ورفع الدرائب وتسبب في نهيار متكرر للعملة المحلية سندوق النادي طبعا في كل مرة يدي الارجنتين قرد تم بيقوم فرض عليها شروط قاسية جدا زي الغاء الدعم تحرير سعر الصرف بيع اصول الدولة ورفع سعر الفيل النهاردة وصل سعر صرف البيزو اكتر من 180 مقابل الدولار الارجنتين بقتام الشهادات البخار بفايدة 60% اقتصاد الارجنتين بقى هش جدا وبيتأثر بشكل كبير بالازمات الدولية ديون الارجنتين وصلت لارقام خياسية الدين الخاريجي الواحده اكتر من 300 مليار دولار علما بانها اكبر مستدين من صندوق النهد الدولي باكتر من 40 مليار دولار وبتيجي مصر بعدها في المركز التاني مباشرة بحوالي 22 مليار دولار ويجي بقى السؤال المهم مع التشابه الكبير بين البلدين سواء في الظروف او في البرامج والسياسات الاقتصادية اللي تم تطبيعها تفتكروا بقى ازاي مصر ممكن تتجنب سيناريو الارجنتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة